نبدأ معك من صحيفة الرأي العام وفيها نقرأه دكتور فيسل البشير وافق على منح الحركات المسلحة الضمانات للمشاركة في الدستور أعلن مساعد رئيس الجمهورية نائب رئيس المؤتمر الوطني دكتور فيسل حسر إبراهيم ترحب بمشاركة قادة الحركات المسلحة في الصناعة وإعداد الدستور الجديد بناء على مخرجات الحوار الوطني وقال إن رئيس الجمهورية وافق على منح قادة الحركات الضمانات لكي يأتوا إلى الخرطوم ويشارك في إعداد الدستور وضع إبراهيم لمخاطرات دقاء السلام والتعايش السلمي لفعاليات جنوب كردوفان بالساحة الخضراء بالخرطوم أمس الاثنين وضع الحركة الشعبية في النيل الأزرق وجنوب كردوفان للتحول لحزب سياسي من أجل خوض انتقابات العشرين العشرين والموافقة على إغاثة المواطنين بمناطقها وتوصيل الغذاء والكيساء للمتضررين إذن رسميا مستخد خالد تون فقوم منح الحركات المسلحة الضمانات الكافية للمشاركة في الدستور برأيك هل يمكن أن تجد هذه الدعوة القبول من الحركات المسلحة؟ هو لدرية كبيرة هي قضية سياسية وفي صراع سياسي تحول لصراع مسلح ما بين الحكومة وحاملين السلاح هو الضرورة أن الاتفاق والجلوس لكتابة الدستور هي بتجي آخر مرحلة ما بين الطرفين وهذه تجارب العالمية وحتى تجارب السودان في اتفاق نفاشة 2005 كان الوضع الدستوري آخر مرحلة المطلوب أولا هو الوصول لتسوية سياسية بين الحكوم والمحاملين السلاح وتوصل لاتفاقيات سلام مع كده بيعقبة الوضع الدستور ونبتكر هي دائما لمصلحة البلد ولمصلحة العملية السياسية أنه ما يتم فيه استعجال في وضع الدستور حيث أنه يكون دستور دائما للسودان بتوافق كل الأطراف السياسية في السودان إذا كان المعارضة السلمية والمعارضة للحامل السلاح ومتمردة على الدولة فدي كلها مفترض تكون كتابة الدستور بعد الوصول لتسوية سياسية مع كل الأطراف إذا كان المعارضة السياسية والمعارضة المسلحة ويكون يتوج المزألة بالدستور لأن يكون دستوري يعتراض عليه كل السودانين ويكون دستوري يقبل ويجد الاحترام من كل الأطراف يكون غابل للتنفيذ لأن السودان يطلع من دوامة 62 سنة من الاستغلال وحتى الآن ما عندنا دستور دائما لأنه عدم الاستغرار السياسي وكل الدساتير قاعد تتم بدون إجماع عليها وبدون إجماع هو معناته بيكون ما دستور دائم ويكون ما غابل للتوافق والغبور من كل الأطراف في حالة عدم قبول الدعوة هل من الراجح أن تجد حركات المسلحة نفسها معزولة ومتهمة بعرقلة عملية السلام السياسة لا تقوم على أساس دعوات أو عدم دعوات في المسالة الاجتماعية المطلوب أولا هو المضيف المسارات تعدى التفاوض للوصول لتسوية سياسية واتفاك سياسي فبدون اتفاك سياسي هم ما أفتكر يرجعوا مش بس الشالية السلاح حتى المعارضة السياسية الموجودة بالداخل ما حتشارك بدون وصول لتسوية سياسية ودي العملية المعادلة السياسية العادية الآن في نوع من التقدم بأنه الحكومة فوضت رئيس جنوب السودانسي الفاكير للحديث والتفاوض وتوحيد الحركة الشعبية هو للوصول لتسوية سياسية في منضوع المنطقتين وحتى أمس كان في محادثات ما بين الفصيلين الرئيسيين في دارفور بغيادة مناوي وجبريل إبراهيم في الدوحة ودي كلها مؤشرات بأنه في عمليات بتاعة تمهيل لتفاوض بدون التوصل زي ما ذكرت لتسوية سياسية لا يمكن أن يكون هناك حديث حول دستور والدستور بيدي المرحلة الأخيرة أفتكر ما يعني الحكومة افطرت تهيال أجواء للدستور بتوصل لتفاهمات سياسية وتسويات سياسية وتفاقات سياسية في كل الأطراف مع كل الأطراف العملية السياسية السودانية عشان البلد تصل تطلعنا المرحلة دي وأي انتخابات غادمة تكون هي رافعة لمرحلة جديدة لأن العملية بتاعة الانتخابات والدستور هما مجرد يعني أن الناس بس يعني الغرض هو المشاركة لا الغرض أنه الانتغال للالتزام بقواعد اللعبة السياسية على أساس العمل الديمقراطي وداءة بيطلع البلد نحلة الاحتغان السياسي وانهي النزاعات والحروب وانهي لدير كبيرة حالة الأزمة الاقتصادية البدعاني منها البلاد نعم نوزل معك في قبول هذه الدعوة من قبل حركات المسلحة أستاذ خاند عبد العزيز يعني البغض يرى أن هذه الدعوة غير جادة من الحكومة خصوص أنها رهنت صناعة وعداد الدستور بمخرجات الحوار الوطني وهو مخرجات يعني هي مخرجات لا تعترف بها الحركات المسلحة أول حقيقة مفترض الدعوة أو يعني الرغبة في المشاركة والخطوات نحو المشاركة تكون مع كل الأطراف العملية السياسية في السودان ما اقتصروا على الطرف دون الآخر لكي لا تدفع الآخرين وتحفزون أن الحكومة تدعم البس مع حاملين السلاح وزي ما ذكرت الموضوع هو بيجي بعد تسوية سياسية ما بيجي بدون تسوية سياسية فبالتالي ما في داعي لأي استعجال ونفتكر حتى الحديث حول أن الموقف النهائي هو مرتض بس بتوصيات الحوار الوطني هذا موقف تفاوضي لأن الأطراف الثانية برضو ممكن تتمسك بموقف تفاوضية بأنه خارطة الطريق ما عارف الوسيق الوسائق بتاعة نداء السودان أو الإجماع الوطني فدي كلها هي عبارة عن موقف تفاوضية وقبل أي تفاوض وواضح أنه نحن مقبلين على تفاوض كل جهة بتحاول ترفع من سقفات التفاوضية ودع الجزء من تكتيك التفاوض لكن في النهاية الحوار الوطني هو يعبر مخرجية الحوار الوطني على المشاركين فيه وحتى المواسيق بتاعة المعارضة اللي بالطالبين تكون مرجعية دي تعبر فاظ على الموقعين عليها فبالتالي اكتي مواغف تفاوضية ومتوقع أنه الأطراف كلها في حالة توصل للتسوية يصلوا لطريق سالس وطريق يجمع ويكون مقبول من كل الأطراف فدي كل التجارب العالمية حتى التجارب في عمليات التفاوض في السودان لكن أفتكر الآن الأجواء أفضل الحكومة السودانية الظروفة السياسية والاقتصادية بتخليها تنضي نحية التسوية السياسية وبرضه المعارضة الحمدية السلاحة لو ضاع في الإغليم والاوضاع المسلحة بتاعاته ووضاعنا الداخلية ما بتسمح لون غير يمشوا في طريق التفاوض أفتكر الآن الأوضاع مهيئ للتوصل لتسوية السياسية بمشاركة كل أطراف السياسية في السودان بدون عزل أو إخصاء من أحد لأنه هذا الطريق نحو التوصل لتسوية أكثام للقضية السودانية سؤال يترح نفسه الآن لماذا هذه الدعوة تصرب على القوات المسلحة الحركات المسلحة أقصد فقط ولماذا لم تشمل الأحزاب السياسية المعارضة أي أن كان الدوافع إذا كان الدوافع إنه جزء من التكتيكات تعطى التفاوض جزء من الإرباكة لأطراف المعارضة أي أن كان أي عملية سياسية أو أي دعوة لتسوية سياسية أو أي دعوة للمشاركة في الدستور إذا ما كانت مشاركة كل الأطراف السياسية السودانية مش الأطراف السياسية والأطراف المسلحة حتى المجتمع المدني وحتى المكونات الأهلية بدون أن يكون الدستور بعبر عن كل الأطراف السياسية السودانية وكل المجتمع المدني في السودان ويعبر عن كل المكونات التي تحمل أو تعبر عن المجتمع السوداني لا يكون دستور قليل ما ذكرته لا يكون بجد الغبود من الأطراف فبالتالي يكون يبقى جزء من الأزمة السياسية لا يكون حل الأزمة السياسية المفترض في المرحلة هي دستور يشارك فيه كل الأطراف يزبغوا تسوية سياسية مع كل الأطراف بعد كي تكون العملية بتاعت الانتخابات هي انتغال جديد لمرحلة جديدة تنهي حالة الاستقطار تنهي حالة الحروب تنهي حالة الأزمة الاقتصادية وتكون حاجة لصالح كل مواطني السودان ولكل الطيف السياسي والاجتماعي والمدني في السودان نعم الآن هناك وساطات ومبادرات لجمع الفرقاء السودانيين في منبر أديس ومنبر الدوحة وإذن هناك رقبة معلنة من كل المعارضين حتى الأطراف لنتدخل في عملية السلام هل يمكن أن نعزل ذلك من إمكانية تلبية الدعوات للمشاركة في إعداد الدستور أستاذ خالد هل كل الأطراف السياسي السوداني وصلت مرحلة إرهاق من تطاول أمد الأزمة في كل تجلياتها وبالتالي ده ممكن يكون دافع وحتى المواطن السوداني وهل الأساس في كل العملية هو ذاته يعيش وضاعة اقتصادية ضاغطة جدا تتطلب من كل الأطراف السياسية في السودان النظر للموضوع ده بعين الاعتبار باعتباره الأولوية في العمل السياسي نعم